نهاردة كان فيه فقرة بدنية مكثفة للعاب النادي الأهلي في الجيم وتدريبات منفردة لحراس المرمى نادي الأهلي بيواصل تدريباته ظهر اليوم الأربعاء على ملعب مختار التتش وبدأ مران النادي الأهلي بفقرة تدريبية بدنية وشارك اللعاب الأهلي في تقسيمها بالكرة بينما أدى ثلاثي حراس المرمى علي لطفي ومصطفى شبير وحمز علاء تدريبات بدنية وفنية بشكل منفرد زي ما حضراتكم شايفين دايما من خلال قناة النادي الأهلي بتشوفوا تدريب النادي الأهلي يغيب عن المران طبعا كالعادة زي ما حضراتكم عارفين اللاعبون الدوليون وكما يغيب محمود متولي مدافع الفريق المتواجد حاليا في قطر والله الواحد وحشوا للتمرين والحاجات دي الأيام دي كانت أيام جميلة جدا والملعب ده الواحد دي يا ما شاف فيه حاجات ويا ما شاف فيه بطولات ويا ما شاف فيه ذكريات ويا ما شاف فيه حاجات جميلة جدا جدا الملعب تغير تماما طبعا قط اللبس بالمناسبة زمان كانت الناحية التانية اللي لسه مهدودة ودلوقتي بعد ما مجلس إدارة النادي الأهلي عمل قط اللبس الجديدة دي الحقيقة أصبحت الأمور مختلفة تماما 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 ونحى التانية فيه حاجة جميلة جدا لكل اللاعبين ورفاهية مطلقة الحقيقة وأجهزة على أحدث طراز الحقيقة موجودة في النادي الأهلي وبالمناسبة على الملعب ده جمهور النادي الأهلي استقبل لعبه النادي الأهلي بعد أول برونزية في كأس العالم للأندية عندما فاز بيها النادي الأهلي في 2006 كان أوتوبيس مكشوف لو حضرتكم تتذكروا كان استقبل تاريخي من المطار لهذا الملعب الرائع الحقيقة ملعب مختار التيتش وكانت الأمور المدرجات كانت مليانة وكانت جمهور كله سعيد جدا جدا وإن شاء الله ده يتكرر خلال الفترة القادمة